السلام عليكم يذعوث أحرانوت فقدنا الردع وفشلنا بثواقع فحرك حماس والضيق انتصر إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك وإذا كنت من المشاركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو أكدت صحيفة عبرية أن الاحتلال الإسرائيلي فقد قدرة الردع أمام حركة حماس التي تقود المقاومة في قطاع غزة المحاصر منذ 15 عاما مشددة على أهمية اغتيال قائد الجهاج العسكري لحماس محمد الطيف لترميم صورة الردع وأوضحت يدعوث أحرانوت في خبرها الرئيسي الذي أعده الخبير العسكري يوسي كوشهيغ أنه من ناحية حماس فإن الحديث الأول لهذه الجولة القثالية كان أيضا صور النصر النار الصاروخية نحو القدس مؤكدا أن إسرائيل فقدت قدرتها على الردع في اليوم الذي يفترض به أن يكون يوم عيد لها ونوهت إلى أن إسرائيل أعلنت في هذه المرة أن الرد سيكون قويا وهذه الأقوال يجب أن ثأخذ بضمان محدود وينبغي أن نتذكر أن سياسة الإحتواء المتطرفة التي اتخذتها الحكومة بتشجيع من الجيش والمخابرات الإسرائيلية قادتنا إلى هذا الوضع الذي انقلبت فيه الموازن حماس تبدأ بضربتها الأولى وقوية وتطلب التوقف بحسب زعم الصحفة بالضبط مثل ما فعلت إسرائيل في حملات سابقة وأضافت النتيجة مشاهد محرجة لقواتنا وهي ثقل المحتفلين في مسيرات الإعلام بالقدس نواب إسرائيليون وفرون من قاعة إلى الملجأ وبالتوازي يحتفل الفلسطينيون في القدس بصواريخ غزة في الأخير إذا كنت من المهتمين بالنوية من الأخبار لا تزاول الشرك لتتوصلوا بالجديد وشكرا